احنا معنا نتائج البني سويف اللجنة العامة معرفش اي لجنة عامة وكيد بني سويف فيها عدد من اللجانة العامة معرفش اي لجنة عامة دي ولكن لجنة العامة بتوثل المحافظة اللجنة العامة بمحافظة بني سويف المرشحة بفتاح السيسي 15 ألف 150 ألف ساري 150 ألف ستمية أربعة وتمانين 150 ألف ستمية أربعة وتمانين ثم حزم عمر تلت تلاف متين تلت تلاف متين سبعة وأربعين ثم عبدالساند يمامة مية اتنين ثانية واحدة آه آه طيب تلتمية تلاتة وعشرين صوت يمامة وفريد زهران تلت تلاف صوت آه هي هي مشة هي مشة طبيعي تلت تلاف طيب يمامة حزم عمر تلت تلاف متين سبعة وأربعين آه يمامة لا نحن بالترتيب بقي فريد تلت تلاف تلت تلاف عفوا يبقى فريد تلت تلاف الأول يني رقم اتنين ثم لأ مافي حزم عمر تلت تلاف أيوة يبقى حزم 含ikel تاني آآ يبقى حزم نمرت اتنين فريد زهران تلاتة تلت تلاف يمامة الرقم أربعة. في أسوات بطلة؟ لا مش أيلين الأسوات البطلة. في نسبة حضور أديه؟ ولا أيلين نسبة حضور. حيبان علندنا من دلوقتي. ولكن هذه دائرة العامة أو اللجنة العامة بني سويف 150 ألف. ودي أولى محافظات الصعيد 150 ألف المحافظات الصعيد هنبدأ من الفيوه. لا أول الصعيد بني سويف. شمال الصعيد. 150 ألف 684 في المرتبة الثانية حزم عمر 3247 في المرتبة الثالثة فريد زهران 3000 صوت. والمرتبة الرابعة 323 صوت. ده متطفق مع الدايرة الأولى اللي احنا عرضناها. يبقى لو احنا بنتكلم مع الدايرة الأولى رامل اسكندرية وبني سويف. اللجنة العامة. اللجنة العامة دي فيها محافظة. دعم. محافظة. فيها عدد من اللجان الفرعية.